ذكر اليوم من منكم يا أطفال يعرف دعاء الاستيقاظ من النوم؟ دعاء الاستيقاظ من النوم هو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فكر في مواقف تحمد الله عليها أقسم الله سبحانه وتعالى بالعديد من المخلوقات في قرآنه الكريم ابحث عن المخلوقات التي أقسم بها الله في القرآن مع ذكر الآيات التي ذكرت فيها هذه المخلوقات برأيك لماذا أقسم الله تعالى بمخلوقاته؟ صورة البروج صورة البروج من الصور المكية أي التي نزلت في مكة المكرمة عدد آياتها 22 عدد كلماتها 109 عدد الحروف 459 ترتيبها 85 يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأغدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سبق الله العظيم اشرح الآيات بإسلوبك وردت في الصورة الكريمة إسمان لأسماء الله الحسنى من أسماء الله الحسنى ما هما لماذا عزب أصحاب الأغدود المؤمنين هيا بنا نتعلم معاني جديدة البروج البروج هي المجموعات العظيمة من النجوم العالية والمرتفعة ما هو اليوم الموعود هو يوم القيامة من هو الشاهد وما هو المشهود الشاهد كل من شاهد بحق والمشهود هو يوم القيامة وردت في صورة البروج قصة عظيمة وعجيبة في نفس الوقت فما هي؟ إنها قصة أصحاب الأغدود أصحاب الأغدود قوم كافرون من الأقوام السابقة حاولوا أن يرد المؤمنين عن دينهم ولكنهم عجزوا فحفروا أغدودا في الأرض كنه وجمعوا الحطم وأضرموا نارا وألقوا بالمؤمنين فيه وجلسوا ينظرون إليهم دون رحمة أو شفق فتوعدهم الله بالعذاب يوم القيامة جزاء فعلتهم بعدما استمعتم إلى قصة أصحاب الأغدود هيا بنا نفكر ما هو جزاء المؤمنين؟ ميز أعمال المؤمن والكافر ما هي نتيجة العناد والكفر؟